السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم جميعا ضيوفنا الأعزاء مع حفظ الألقاب والمناصب وعلى الود والخير والمحبة يتجذب بقاءنا معكم في الندوة الزولية في الياسة والموصفة في عنوان المواد الزكية للتقبض الصناع من مشروع استباعكم لهم إذناني تتميز منصة أريد الزولية لتقبضهم لفظ وبرعاية الجامعات والمؤسسات العلمية الشركة من الصف فأهلا ومرحبا بكم جميعا معكم محدثتكم الأستاذ صفى محفد علي من فريق التقبض في منصة أريد للعلماء والقباراء والفاحثين ونحن المتشفقون للمجتمع المجتمع المجتمع في مجال المواد الزكية ويسعدنا أن ينضم معنا سوكبة طيبة من العلماء والقباراء المتميزين بهذا الزجاج ننتقل معكم ضيوفنا الكرام إلى مداخلة مشاركة سعادة الأستاذ المهندس معنا لتقديم المحاضرة إن شاء الله وإليكم أعزاء الحضور المهندس محمد عبد المجيد حاصل على بكالاريوس هندسة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية قسم ميكانيك القوى ودرب تكنولوجيا سيارات عنوان مشاركته استخدام الذكاء الاصطناعي في عالم السيارات تفضل أستاذ محمد معكم الصلاحية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله هل السكين عندي ظهر كده؟ نعم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم مهندسكم مهندس في الحامل عبد المجيد خبيرة الإكنولوجيا سيارات واستشاري تأسيسه في السيارة من مصر الحقيقة إن محاضراتنا النهاردة هتتكلم عن اتخدام الذكاء الاصطناعي في عالم السيارات وللحقيقة إن هذا الموضوع من المواضيع الجديدة في عالم السيارات ما هذا هو الحقيقة إن إحنا بنستخدم الذكاء الاصطناعي في السيارات لهدفين في العموم الهدف الأول هو كيف يمكن أن تزيع الزكاء الاصطناعي بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة واستخدام الطاقة المتددة وتقليل استخدام مصادر الطاقة التقليدية وبالأخذ البنود رقم سبعة وثلاثر في أهداف التنمية المستدامة وهي الأهداف التي تم الاتفاق عليها في طبقات الأمم المتحدة عام 2015 السمينار حتناول عدد المعلومات لماذا نحتاج استخدام الطاقة النظيفة في السيارات وما هي علاقة الزكاء الاصطناعي بهذا الأمر ولماذا أصلا بنستخدم الزكاء الاصطناعي في السيارات وما هو الهدف من ذلك الحقيقة إن هنا في فيديو قصير بس أعرضه على حضرتك عن استخدام الزكاء الاصطناعي عن سوريا عن التلوث الناجم عن السيارات والأبخيرة والتلوث الناجم عن سيارات الطاقة التقليدية بسم الله الرحمن الرحيم أردتها أن السيارات تمثل حوالي 29% من نسبة التلوث الحابس في العالم سواني هل هل الصورة الظاهرة أمام عددكم ولا في أي اكتلاف عشان هتكلم هاوصف الفيديو وأنا بتكلم هل الصورة ظاهرة أمام الصورة الصفاء هل الصورة ظاهرة نعم نعم ظاهرة طبعا هناك العديد من المجاوسات وهناك عدد أيضا من السيارات التي تصريف العالم حاليا عددها واحد اتنين من عشرة مليار سيارة طبعا هذه السيارات بتمثل وصحة عددها عام ٣٣٣٠٠٠ مليار سيارة هذه السيارات تمثل حوالي ما نسبته ٢٠٥٪ من التلوث البصمة الكربونية في العالم أو التلوث النتج الذي يسببه العوادم أو التارجة من السيارات وأيضا هناك تأثير غير مباشر لصناعة السيارات يسمى باللغة الإنسية أو التأثير الغير مباشر لأن لن نقدر بالضبط أن نحدد ما مدى التلوث الذي تحدثه السيارة الواحدة على البيئة لأن العمليات الصناعية نفسها التي نقوم بها لإنتاج السيارة بتعتمد على الطاقة الغير متجددة فبالتالي استخدام أو إنتاج السيارة واحدة بيؤدي إلى المزيد من هذه الانبعاثات الضائرة بالبيئة طبعا المتوسط للسيارة الواحدة بتنتج حوالي ٧٧ طن من التي تعمل بالطاقة التقليدية من السيارة أو السيارة الملوس إلى البيئة وهناك أيضا بعض المكونات من السيارات التي لا تتحلل زي مثلا زي الرافر أو زي المطاط وزي طبعا البلاستيك وزي ما بنقول دي كلها بتكون في صناعة السيارات زي الرافر والبلاستيك وهناك أيضا نقدر نقول إن فيه ٤٦٨ تقريبا ٨٠ من السيارات كل سنة وبإجمالي حوالي ٩٩ من ١٠ مليار طن من ساني أسير الكربون لإجمالي عدد السيارات في العالم في السنة الواحدة بيسبب تلاوث في البيئة أيضا هناك مشكلة في السيارات وهي عملية التحلل أو تحلل مكونات السيارات بنواجه فيه مشكلة جديرة طبعا إن طبعا في بعض أجزاء من السيارات بتاخد عمر أو عمر طويل جدا حتى تتحلل يعني طبعا عندنا مثلا الجزء بتاع الكاويتش مثلا أو الرافر بتاخد بين خمسين لثمانين عام حتى تتحلل في المكان المفسية بتاخد حوالي ٥٠٠ عام حتى تتحلل في السيت أو الكراسي بتاخد حوالي ألف عام لتتحلل الزجاج ما بيتحللش أصلا طيب إحنا إيه الهدف بقى من إحنا زيان بقول الله حضرتكم نعمل زكاء اصطناعي آآ إيه علاقة الزكاء الاصطناعي بهذا التلوث اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي ده آآ الحقيقة يا جماعة إن الإنسان لازم نعترف إن هو آآ آآ أضر بالبيئة وآآ كان آآ سبب مباشر في تلوث البيئة فأصبحنا محتاجين إن إحنا نعمل آآ آآ ميثات أو أسلوب جديد لقيادة السراط اللي هو بينطبق على المبادئ والأخلاقيات يعني إيه المبادئ والأخلاقيات طبعا إحنا جميع البشر آآ بيقوموا بقيادة السراط يعني آآ ملايين من البشر أو مليارات من البشر في العالم بيقوموا بثالث آآ آآ ولكن آآ لما نيجي نعمل يا جماعة آآ برمجة للعربية أو نعمل لها زكاء اصطناعي إن إحنا نخلي العربية تخوض بنفسها فإن الغرض إن إحنا نخلي العربية نعمل لها ليرنينج أو تعليم إن هي نفس سوق نفسها العربية تخوض نفسها زي ما عم نشوف في أحد الفيديوهات دلوقتي آآ العربية تخوض نفسها ونديها تعليم إن هي يبقى عاملها أقلى قيادة في القيادة وإن هي تلتزم بقواعد القيادة آآ إذا كان الإنسان نفسه ما بيلتزمش لا بالحفاظ على البيئة ولا بقواعد القيادة لا يبقى إحنا نعمل بقى ليرنينج أو نعمل تعليم للسيارات بحيث إن هي نفسها آآ تحافظ على البيئة رقم واحد والحاجة الثانية إن هي تخوض بالإثيكس أو بالأخلاقيات للإنسان المثالي آآ طبعا هنتكلم عن هذا الموضوع آآ زيان بقول لحضراتكم الغرض الأساسي هو آآ تحقيق الأهداف الخاصة بالترنية المستدامة وبالأخص الهدف سبعة وثلاثة وأيضا آآ استخدام آآ أو الحفاظ على الأمان أيضا آآ زيان بقول لحضراتكم لما بريد نطبق الأخلاقيات في آآ عالم قيادة السيارات فإحنا بنحافظ على آآ أمان المواطنين وعلى آآ وأيضا على آآ الحفاظ على الاقتصاد نفسه لأن طبعا السيارات أو صناعة السيارات تمثل جزء جديد جدا من الصناعات الوطنية والآآ لو بقينا كمان قيمنا وجود حوادث أو وجود آآ مشاكل على الطرق أو وجود النقل نفسه بيمثل قد أمن الاقتصاد العالمي هلأ أن النقل بيساهم على أقل بنسبة عشرين كمية من الاقتصاد العالمي فآآ الحفاظ على النقل هو آآ آآ أو الحفاظ على قيم النقل وآخلاقيات القيادة هو آآ الغرض الأساسي من تطبيق آآ آآ تكنولوجيا الزكاء الاصطناعي في السيارات آآ طيب الفوائد الزكاء الاصطناعي في السيارات زيارات القيادة آآ ايه هو باختصار يعني آآ الهدف الاول هو زيادة مستوى الامان آآ زيان بقول لحضراتكو ان ان طبعا آآ لما لما العربية بتقود نفسها آآ بنحاول ان احنا نوصلها لليبل عالي جدا أو مستوى عالي جدا من الامان يفوق آآ آآ اساليب القيادة لأمهر لأمهر السائقين آآ طيب وايضا ادارة حركة المهور بشكل زكي يعني هنشوف برضو فكرة كده عاملها شرطة افو ظابي في ادارة العملية المهور دي برضو آآ وايضا القدرة على التنبؤ بالحوانس ايضا مطلوب جدا آآ في آآ الزكاء الاصطناعي ان احنا نقدر نلحق الحادثة قبل ما تحسن وده احد الاغراض المهمة ايضا باستدام تقنية الزكاء الاصطناعي فيما تزاول الاحتياجات اتخصى ان طبعا آآ اخوانا زاول الاحتياجات آآ آآ ما بيقدروش طبعا نعندروش القدرة على القيادة ولكن يقدروا في خسارات الذاتية للقيادة يبقوا موالدين ويقدروا برضو ننقلهم ونوديهم من اماكن لاخرى آآ برضو ده احد اهداف فوائد الزكاء الاصطناعي في آآ وايضا زي ما قلتا حضراتكم الحفاظ على الاقتصاد آآ في النقل الحفاظ والتوفير ايضا آآ في وسائل النقل وايضا التقليل زي ما قلنا من الحوابس والنقل الامن والمستدام اللي هو بيحافظ على الاقتصاد العالمي هنشوف بعد النمازج آآ لتطبيقات الزكاء الاصطناعي آآ آآ طبعا في نموذج جميل جدا هو آآ الشرطة في ابو ظبي آآ طبعا كان فيه بحث كده انا طبعا قرأته وهي تجربة جميلة جدا زي بقولوا حضراتكم وهي آآ الغرض منها كان ان الناس نكفى ابو ظبي شافوا ان الحوادث آآ عالية جدا فيه السيارات النقل آآ من العام الفين وخمستاشر الى العام الفين وعشرين وكان فيه احداث آآ ووفيات واستضامات كبيرة جدا آآ في آآ في الفترة من العام الفين وفلسوش حتى العام الفين وعشرين آآ فقام الناس هناك بعمل دراسة آآ آآ ازاي ان احنا نقلل هذه الحوابس في ابو ظبي آآ وطبعا ابو ظبي من ال ولايات او الامارات التي يعني تتميز بتعدد الجنسيات يعني هناك آآ بيقال ان عدد الساقيقين هناك من حوالي آآ متين جنسية فطبعا الناس دي آآ بأخلاقيات وباساليب قيادة تختلف كل دولة فيها الساقيقين بتختلف عن عن الاخرى يعني فلاقوا ان عدد الحوادث هناك كبير جدا لدرجة ان كان فيه يعني عدد يقارب من 1000 حالة وفاة سنة 2015 فلاقوا من الحل ان احنا نعمل منظومة مراقبة ذكية للطريق ازاي نعمل منظومة مراقبة ذكية للطريق ان احنا نبتلي نستخدم كاميرات رادار واشعة تحت الحمراء لمراقبة المخالفات واسلوب اللي هو ايجل او عين الصق عشان نرائب هذه السيارات والمخالفات التي تقوم بها ثم بعد ذلك يأتي دور الزكاء الاصطناعي الذي يقوم بربط هذه المخالفات بلوحة القيادة وايضا هوية السائط طبعا بيعمل ايه بقى هنا الزكاء الاصطناعي طبعا عن طريق الربط مع الجي بي اس او النظام التتبع العالمي بيحصل ان الزكاء الاصطناعي بيبتدي حد طبيعة هذه المخالفة وعدد كارها يعني مثلا ممكن يلاقي ان في مخالفة سرعة ثم بعد ذلك مخالفة هي حادثة فيقوم الزكاء الاصطناعي بتحليل هذه المخالفات ثم يقوم بعمل عدد من النقاط السوداء لو تجاوز السائق عدد معين من هذه النقاط السوداء تقريبا حوالي 20 نقطة بيتم إلغاء رخصة وأحيانا وده كل ده بيتم يعني بيتم لحظيا لان الزكاء الاصطناعي بيشتغل فطبعا بيبتدي يعمل انالسس وتحليل لطبيعة هذه المخالفات فابتصل أحيانا للتعليق لهذا السائق عن القيادة بيمنعوه تماما من القيادة وطبعا زيان بقول حضراتكم التطبيق ده بيتم في سائقين النقل السقيل تحديدا لان الحوادث في النقل السقيل بتبقى أخطر بكتير جدا من حوادث السائق العادية أو الباسنجر كار وبعدين هوا لحضراتكم النتيجة بتاعت هذا الكلام ان سنة 2015 فبوظبي كان عدد للصدمات 22000 أو 222000 استضام بعد تطبيق هذه التقنية اللي هي الزكاء الاصطناعي وتقليل نسبة الحوادث بشكل كبير جدا وصلنا لسنة 2020 ان عدد الاستضامات كان 3700 حالة فقط ان كان فيه عدد وفيات وصل ل675 حالة في سنة 2015 و725 حالة في 2016 وصل بس عدد هذا العدد للوفيات بستة فقط سنة 2020 نفس الشيء في الاصابات كنا منتكلم في 700 حالة وصل العدد لزير اصابة في سنة 2020 وهكذا يبقى قدرنا احنا يعني شوفوا جماعة عينا بقى اقدرنا احنا بالزكاء الاصطناعي وبتحديد منظومة هذه المخالفات وبالنظام الحازم والدقير لتحديد المخالف وطبيعة هذه المخالفة ان الراجل ده عنده مشكلة بقى راجل ده مينفعش يسوق ان الراجل ده انا ممكن اديله فرصة ان يسوق وكل ده ما بيخشش فيه التدخل البشر الزكاء الاصطناعي بيقوم بتحليل هذه المخالفات وبتحليل هذه المشاكل وببناء عليه السواء يا اما يكمل السواء او يتم التعليقه او السسبنشن او يتم حتى احالته للقانون في حالة عمل حادثة او عمل مشكلة مع المرة في القانون فهنا قدرنا ان احنا نرفع مستوى الامان وقدرنا ان احنا نقلل الحوادث وقدرنا ان احنا نقلل بكتير جدا عدد الوفيات وحافظنا على امان الطريق وحافظنا على الاقتصاديات كل ده عن طريق استخدام فكرة الزكاء الاصطناعي اه انا شايف في بعض الاسئلة لا شكرا اه هنخش على الموضوع اللي بعد كده اللي هو الانزمة القيادة الذاتية الحقيقة ان استخدام الانزمة القيادة الذاتية هو زي ما بقول لحضراتكم ان احنا بندخل زكاء اصطناعي للسيارة بحيث ان هي يبقى عندها عقل هي اللي اللي تزيل كل شيء بدون اي تدخل البشر وطبعا هذه الفكرة كانت موجودة فيه من قديم الازل الفكرة دي كانت قديمة جدا ولكن اعيد تطبيقها حاليا اه وايضا كانت موجودة في الطيارات وما زالت موجودة اللي هي الاوتو بايلوت او الطيار الان اه كان الزمان او كان التطبيقات بالتكنولوجي في عالم السيارات بتأثير ان احنا نعمل تكنولوجيا كويسة جدا وعالية جدا للحفاظ على الامان ولكن الامان او القيادة بتبقى في ايد السائق طب السائق لو هو بنسبة كبيرة برضو مش فاهم قواعد القيادة هل هذه التكنولوجيا وهذه وسائل التقدم الحديثة للحفاظ على الامان هل لو ديتها السائق لا يعلم او عنده علم قليل بالقواعد الامان والقيادة هل هيحافظ على السائق مش هيعمل حوادث لا هيعمل حوادث فقط يبقى اذا انا لا هنا جاءت الفكرة ان انا اعمل عربية ذات ذكاء اصطناعي وهي تتبرمج من نساها هي السيارة زي ما حنشوف في احد الفيديوهات دلوقتي ان هي بيبقى فيها عدد من الحساسات او السنسوز بتبقى شايفة او اي شيء معوق في الجناب او في الامان او في الخلف وايضا بيبقى فيها ما يسمى بالرادار طبعا الرادار هو وسيلة لأيضا تحديد الأبوستيكس أو أي معرف لهذه السيارة والكاميرات دي تربط بالزكاة الاصطناعية لتحليل يعني الزكاة الاصطناعية بيأخذ كل هذه الداتا من الرادار ومن السنسورز أو الحساسات والكاميرات ويقوم بعمل تحليل لهذه البيانات ثم يقوم بقيادة السيارة بناء على هذه البيانات طيب ده أنزمة القيادة الزكية زي ما بقول لحضراتكم بيحصل كمان حاجة في أنزمة القيادة الزكية أنه بيبقى فيه هاجة اسمها التعلم العميق والنيرفر سيستم أو الشبكات العصبية الشبكات العصبية هي جزء لا تجزء من الزكاة الاصطناعية والأسطناعيات بيبقى معمول فيها نيرفر سيستم أو شبكة عصبية طبعاً بيكون فيها نظم بتساعد على تفسير البيانات واتغاز القرارات وأيضاً بيتم فيها التعامل مع حالات الطوارئ يعني الأنظمة الزكية القيادة بيحصل فيها عدد كبير جداً من السياريوات عشان نتجنب الحوادث وعشان يبقى فيها تصور كامل بيسموها في علم الرياضيات الالجريد أو العلم الاحتمالات أن العربية بيبقى فيها آلاف الاحتمالات لحدوث تطارهم أو حدوث حادثة وكل ده بيدير منظومة الزكاء الاصطناعي اللي جوه السياريوات وطبعاً زي بقول لحضراتكم في النهاية كل ده هدفه هو تحسين الأمان وتقليل الحوادث على الطريق طبعاً زي بقول لحضراتكم برضو أن بيحصل فيه حاجة اسمها عملية البرمجة العصبية والتعلم العميق التعلم العميق ده بيخش فيه حتى الدكاترة النفسيين والدكاترة الذين يفهمون فيه الطبيعة البشرية اللي هو إزاي حضرتك ممكن تتصرف في موقف في حدثة أو موقف في حضرتك ماسك موبايل مثلاً أو زهنك مشتت أو أن أنت على روشك أن أنت تنام كل هذه السياريوات بتبقى موجودة في السيارة السيارة بتبقى عارفة أن أنت ممكن تنام السيارة بتبقى عارفة من خلال قراءة الانعكاس بتاع الأشعة على العينين بتاعة السيارة إزاي أنت يعني حالتك عاملة إيه؟ كل ده بيتم برمجته في السيارات ذاكرة القيادة أيضاً السيارات بقى فيه نوع من السيارات اللي هي بتاخد الأوامر بالصوت في بعض الأسيارات اللي هي كل حاجة فيها بتبقى بتضرب خلال الأوامر الصوتية هذه السيارات برضو بيتم برمجتها عن طريق نظرة الصوت بيقدر يدي أوامر للسيارة مثلاً بتشغيل التكييف مثلاً بتشغيل الموسيقى مثلاً بإجراء مكالمة مثلاً بفتح بعض الانفوتامنت أو أنت مثلاً في بعض الفيديوز أو أي حاجة كل ده بيتم من خلال الأوامر الصوتية آآ برضو في بعض السيارات اللي هي بقى مش ذكرة القيادة ولكن اللي موجود فيها زكاة إصطناعية عشان يفهم يعني دي سيارات بتبقى آآ بتعتمد على وجود سيارات ولكن آآ بتعتمد على وجود الصوت آآ لإعطاء أوامر للسيارة آآ حنشوف آخر حاجة معنا اللي هي الفيديو بتاع السيارة الوييمو دي اللي هي آآ عملتها شركة جاكول آآ وهذه السيارة موجودة في الولايات المتحدة وآآ بتديرها آآ شركة آآ يعني مش عارف يعني ما أفضلش يقول أسماء في شركة للنقل يعني أو لنقل الركاب اللي هي أوبر يعني هي بتدير السيارة الوييمو دي آآ طبعا دي شكل السيارة وعملتها زي بقولوا حضرتكم شركة جاكور آآ وطبعا هنا بيقول لك إن فكرة السيارة الزاتية القيادة دي قديمة جدا زي بقول لحضراتكم ولكن آآ ما كانتش متطبقة بالفعل من حوالي سبعين سنة تقريبا ولكن ما كانتش متطبقة بالفعل من حوالي سبعين سنة آآ كلمة ويمو دي هي اختصار لكلمة آآ اللي هي أو الطريق إلى السهولة آآ والسيارة دي هي آآ آآ شراكة بين شركة جوجل آآ وشركة جاكور يعني جاكور عملت السيارة وشركة جوجل عملت الزكاء الاصطناعي اللي هو بيدور العرب طبعا هنا ده التطبيق أو اللي أنا بستدعي بيه السيارة وطبعا الراجل بيقعد وراء وبيحدد زي ما احنا بنركب أي عربية آآ آآ تابع آآ أو وطيفر يعني آآ بنركب في العربية وبيبقى فيها سائق والسائق بيودينا الدستينيشن طبعا هنا آآ السيارة دي يا جماعة بتاخد آآ كل الانفرميشن بتاعتها من الجي بي أس وآآ بتبتدي تتحرك بناء على دستينيشن بيدورها العميل أو تلايد آآ وبتوقف آآ هي زي ما احنا شايفين آآ هي يعني بيبقى فيه مسلا انترسيكشن أو تقاطع طريقة هول عربية طبعا عن طريق الاتسيل والرادار اللي احنا الغارة دا الاشوفناها دي آآ أي AA وزي ما بقول لحراراتكم يعباه دي بتوقف الإنترسيكشن وا بتبتدي تتحرك برضو مع إشارات الطريق آآ والحقيقة زي ما بقول لحراراتكم زي السراط بتبقى آآ فيها برمجة عصبية آآ ان هي بتبقى فيها كل انواع سينياريوهات القيادة آآ آآ يعني زي ما بقولها راكو حد مثلا بيعدي قدام العربية حد آآ آآ مثلا محتاجين ان احنا نهدي في اماكن ما ينفعش نزود فيها سرعة محتاجين نسرع يعني طريق مثلا على سرعة ستين العربية هتشتغل على سرعة ستين لوحدها آآ وهكذا آآ طبعا هنا الكاميرات زي ما احنا بنقول بتبتدي تحدد آآ وبتدي بعد كده آآ ليه الكنترول او الزكاة الاصطناعي اللي بيبتدي يقرأ ويعرف آآ آآ ايه المفردات بتاعت الطريق اللي احنا ماشيون فيه ده وبالتالي وبالتالي جناعين عليه يقدر يحدد السرعة المطلوبة او مثلا ان اهو واحد فتح الباب مثلا او مثلا بيجي منظر زي ده كده ده او عائق قدام الطريق فبتبتدي بقى الشكل اللي على الشمال ده ده الاناليسس اللي بيحصل لزكاة الاصطناعي انه بيبتدي يحط مجموعة الالجويزمس او السيناريوهات المحتملة عشان يمشي العربية عليه آآ انه طبعا بيجي طبعا منك وحد اللي هو الراجل بتاع المورد بيعد الناس فطبعا العلامة دي لازم العربية تشوفها وتبتدي تعمل السيناريو بتاعها عشان العربية تبدأ تكمس بطريقة آآ طبعا برضو الاشعة تحت الحمراء بتبتدي برضو تشوف المواطنين وهم بيعدوا الشرع هنا بقى جماعة القضية الجدلية بقى ان العربية دي احد العربيات اللي هي ميشل ويمو يعني العربية تانية عملت حادثة سنة الفين تلاتة وعشرين آآ وطبعا لما العربية الزكاة الاصطناعي دي عملت حادثة آآ طبعا كانت مشكلة هناك وبعدين في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة فطبعا آآ الناس هناك آآ قالوا هنعمل للعربيات دي آآ طبعا آآ آآ وابتدى يبقى في حاملة ضد العربيات الزكاة الاصطناعي قالوا العبادي عملت حادثة وبتاع فطبعا ما ينفعش ان احنا نسيب العربيات دي نسيبها تمشي في الشارع وابتدى يبقى في حاملات منظمة آآ بتعارض ان العربيات دي تمشي الكلام ده حصل في نهاية العام الماضي هنشوف حتى آآ آآ زي نقول حضرتك في آآ آآ في فينيكس وآآ وسان فرانسيسكو في الوقت المتحدة آآ والرجل ده مدير تطوير المشروع فهو بيتكلم في حاجة بقى بيقول يا جماعة طب احنا عشان حدثة واحدة آآ بدأنا نهاجم العربية الزكاة الصناعية طب ما بقى لكم بقى ان فيه تلاتاشر الف حالة وفاة نتجت من ان فيه سائقين آآ كانوا او مخمورين وهم بسوق وفيه ستالاف حدثة حصلت آآ من سائقين كانوا نايمين في السكة وتوتل واجمالي حوادث حوالي اتنين وابعا تلاتة وابعين الف حالة وفاة في الفين اتن وعشرين آآ طب انتوا يا جماعة انتوا جايين آآ بتزعاء وعملين مشكلة عشان حدثة واحدة عملتها عابية الزكاة الاصطناعة فطبعا آآ الفكرة هنا ان ان طالع ناس تقولك ايه آآ ان اي تكنولوجي او اي اي حاجة جديدة لما بنيجي آآ بنطبقها في الاول آآ بنلقلها معارضة وهجوب شديد يعني مثلا من التاريخ من التاريخ يعني ان جاليليو العالم اللي هو اكتشف كروية في الارض لما قال ان الارض كروية آآ آآ الجال الدين في ايطاليا وقفوه وعملوله آآ اعتقال في بيته ومنعوه ازاي تقول كده والكلام ده غير حقيقي ولغاية لما يتوفى في مكانه وهو بيتوفى كان بيقلهم ان الارض كروية وثبت انه فعلا الارض كروية هو ده الفكرة جماعة ان 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 الاصيارة ذاتية القيادة اتهجمت جدا آآ في الولايات المتحدة آآ آآ رغم ان هي عملت حدثة واحدة لكن العابيات التانية بتعمل كمية حوارس رهيبة لكن هي دي فكرة ان آآ آآ مستر آلكس روي اللي هو مدير التطوير في المشروع بتاع الويمو ده آآ بيقول ان 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 طبيقة الانسان ان هو بيقاوم التغيير وبيقاوم آآ فكرة آآ آآ الجديد يعني اي حاجة جديدة في الاول الانسان بيبقاش مقتنع بيها آآ ولكن بعد كده الناس بتتعود عليها وايه بتطبقها يعني هو بيقول مسلا لو كان فيه المنطاط بتاع الزبلن ده لو احنا كنا آآ حطينا فيه غاز تاني غير الغاز اللي كان فيه الهيليوم ده كتها تبقى المنطاط ما كانش هيحصل له حاجة يعني كان ده كتأول تجربة المنطاط بيطير وطبعا زي بقول لحضراتك وهو الناس هي اللي هي وقفة دي الناس دي عاملة مظاهرات ايه ان هي بتقول لأ العابيات الزحية في القيادة دي هم الناس دول اهو بيقولوا ان العابيات دي خطيرة وما ينفعش من احنا نمشيها في امريكا آآ هي دي الفكرة جماعة ان احنا آآ دايما كده اي فكرة جديدة بتبقى الناس مش مستوعبها في الاول ولكن آآ بعد فترة من الزمن الناس بتبتدي تستوعب وعادي جدا ان احنا نركب في عربية نلاقي العربية بتاخد لوحدها آآ يعني مسلا ده واحد اهو برضو كان من اللي هم الناس اللي هم رفضين وجوده عربية حط القطاص ده قدام العربية لويمو فطبعا العربية شافت ان ده او عائق فطبعا فضلت العبية دي وقفة مكانها يوم كامل لغاية ما جاء الفني عمل ري ست للكنترول يونيتس بتاعتها عشان العبية تتحرك ده كان حد برضو رفض وجود هذه العربية آآ فزان بقول لها حضرتكو هي الفكرة ان 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 احيانا الانسان بيقاوم فكرة التغيير وبيقاوم فكرة التقدم ولكن لما نيجي نقرأ وده برضو شخص اهو آآ مسك آآ لحد ده وابتدى يكسر في العربية برضو آآ زي بقول لها حضرتكو كده فكرة مقاومة التغيير ومقاومة ان احنا آآ نعمل افكار جديدة في عالم السيارات آآ طب احنا لما نيجي نتكلم عن ارقام الامان في دكتور اعتقد ان الوقت اقترب الى الانتهاء. طيب انا خلاص انا انا خلاص كده انا بانهي عنه. هو طبعا زي بقول لها حضرتكو الموضوع كله كان آآ في اختصار شديد ان السيارات الزكاة الاسطناعي هي المستقبل واحنا صريح حتى لو كان في معارضة او هجوم على هذه السيارات حاليا ولكن آآ في القريب العاجل اللي هو الفين وتلاتين الفين خمسة وتلاتين عدد هذه السيارات هينتشر من من في كل دول العالم آآ وحتكون وسيلة لتقليل الحوادث وزيادة الامان آآ وتحسين المستوى الاقتصادي آآ آآ وتقليل الانفاق في مجال السيارات ولرفع مستوى النقل واداءه في العالم. شكرا جزيلا وتحيات لخبراتكو. جزيلا الشكر والتقدير لكم استاذ محمد السيد عبد المجيد على هذه المحاضرة القيمة والرائعة جزاكم الله خيرا وباركة في جهود لكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نفقى مع مشاركة جديدة للأستاذ إبراهيم عثمان سالم. راحث في مجالات الطاقة محلل النظم وبرمجيات. عن وضعان مشاركته الصناعات المتطورة للمواد الأولية. تفضل أستاذ إبراهيم عثمان معكم الصلاحية. بسم الله الرحمن الرحيم. آآ اولا انا هنبدأ انا اول مرة اطلع على اللايف. آآ هنبدأ ان شاء الله المحاضرة بتاعتنا او النادوة بتاعتنا عن الصناعات المتطورة للمواد الأولية. اول حاجة نتكلم عنها هو المستقبل هو سمة الطموح والتفكير هو بنيان المستقبل. الانسان يسعى جهازا للوصول الى نقطة الاستقرار التي يلتقي عندها. عن واي من الحياة الطبيعية مع متطلبات الحاجة للمستقبل. فالجميع مطالب بصياغة المستقبل لصناعات الطرق المسلة في الحاضر. مما يستدعي حاجة الانسان للمزيد من التفكير في صناعات المواد الزكية في المستقبل. احنا عندنا العلم بيتقدم يوما عن يوم ويصابق الزمن خاصة في صناعات المستقبل. ومع تزايد عدد السكان من البشر وندرة الموارد الاقتصادية فعلها العلماء والباحثين من وضع قواعد واوسط تمكين للصناعات البديلة او ما يسمى بالصناعات المواد الزكية. والتي سنتناولها في مطلقة المواد الزكية عبر منصة اريد العالمية. المحتويات اللي انا نتكلم عنها النهاردة هي مراحل التصنيع. التطور صناعا للآلات. تقويض الانتغر وتحرر لصوق المواد الاساسية والمواد البديلة. المواد الزكية للصناعات المستقبلية. مراحل التصنيع. عندنا المراحل الاساسية. المرحلة البدائية. مرحلة الاعداد. مرحلة التشغيل. مرحلة التغليف. مرحلة الاختبار. مرحلة عادة التدوير. مرحلة التخزين. مرحلات الاستهلاك. او المرحلة النهائية. التطور الصناعي للآلات. تعتبر الآلة منها مع عوامل التصنيع. هتختلف. جودة الانتاج باختلاف جدول اهلاك الآلة. رفع مستوى جودة الانتاج يعتمد على كافية الآلة على مدى تصنيع وحدات المنتج. مدى تطابق المصافات القياسية للانتاج مع عدد وحدات الانتاج للآلة الواحدة. زمن تشغيل الآلة يجب ان يكون في حالة التوازن مع جودة الانتاج. آلات التشغيل التلقائي ومصافاتها لتشكيل وحدات الانتاج. توفير الطاقة التشغيلية للآلات. تتوافق مع معدلات الربحية. سرعة حل المشاكل الاعطال. الصيانة الدورية للآلات. توافر قطع الغيار. رفع كفاءة الآلات. تقييد الانتاج وتحرر الاسواق يعتمد الانتاج على الحجم. وكمية الوحدات الانتاجية في الطلبيات الواردة من العملة. والاسواق. لذلك يجب ان تتحرر الاسواق الاقصدر حتى تطور الانتاج الى الافضل. فتقييد الانتاج يودي الى خفض الارباح. وهذا مقروح لدى الاقتصاديين ورجال الاعمال والمستثمرين. فالانتاج مقاعد بمصافات ومعايير محددة لكل واحدة او صنف او سلعة. تنوع الوحدات الانتاجية يودي الى تحرر الاسواق بينما تتضخم كميات الانتاج في الاسواق بودي الى انهيار الاقتصادية الانتاج وتقييد الاسواق بسلعة محددة. تناسب التوازن الاقتصادي. بتحقيق نسب مبيعات من السلعة والوحدات الانتاجية بما يقترب من حد التوقعات المرغوبة. المواد الاساسية والمواد البديلة. المادة الكميائية الموجودة في الطبيعة هي اساسة التي ترتكز عليه كافة الصناعات الموجودة في بيئة الانسان. فتتنوع تلك المواد الاساسية فيما بينها من خلال مصفوفات المركبات الكيميائية التي تساهم في خلق ابتكار عناصر ومركبات جديدة تساهم في تأسير حياة البشر. لكل مادة اساسية خصائص تميز عن غيرها تلك الخصائص تشابه بين المواد وبعضها ليس في كماليتها فقط وانما في تصنيفها او تجزائتها مما قد ينتج عنها مواد بديلة تؤدي نفس خصائصها وطبيعتها. لكل انتاج مصار للمواد الخام والمواد الاساساسية والمواد البديلة. والمواد الكمالية والمواد المصنفة الغير النهائية. المواد الزكية للصناعات المستقبلية التطورات الصناعة. ليس فقط تلبيه لرغبات الاستثمارية وتحقيق اكثر ابحية ممكنة في تطور الصناعات هو عامل اساسي المنافس في التقدم والازدهار في حياة البشر. الصناعات الاستثمارية التي تعتمد على على انتاج كل شيء لتحقيق اكثر استفادة ممكنة في عالم الصناعة. يوجد هناك مادة لا وجودة لها. يمكن ان نطلق عليها المادة المتدولة او المادة الزكية. مثل بيع سلعة واحدة الاكثر من مرة باسعار متزايدة في كل مرة. تلك المادة تمثل اسواق مفتوحة بدون تقييد. ولكن من عيوبة انها تتطلب سرعة استخدام مما يتعرض مع تكرار بيعها بالاضافة الى انتقال السلعة من مكان الاخر واهم ما يومزة سهولة تدولة عبر شبكة عبر شبكة التجارة الالكترونية. واخيرا ازا لم ازا لم تستطع الصناعة الحاضر فلا يمكن ان نعيش في المستقبل. فالماضي موروث لجيل اراد نجاء الى المستقبل الذي نعيشه. فكن جاهزا في كل وقت المنافسة والتقدم والرخاء. فالعالم يدرك نهضة صناعة طريق. شكرا لحضراتكم. شكرا جزيلا لكم استاذ ابراهيم عثمان سالم على هذه المحاضرة القيمة. تقبل الله منكم ونفع بعلمكم وفتح لكم ابواب الخير. شكرا لكم. ومن اجمل ما قيل عن التكنولوجيا والصناعة الذكية. انها تفتح اعفاقا جديدة للابتكار. وتحقيق تغييرات ايجابية في الحياة اليومية للناس. مقولة للرئيس التنفيذي لشركة بيفيكس. وايضا مقولة لستيف جوبز مؤسس شركة ابل. ان التكنولوجيا لا تعوض الابداع والرؤية البشرية. بل تعززها وتمكنها. نبقى مع مشاركة جديدة لسعادة البروف فريد الخطيب من جامعة الازهر من كلية العلوم باسيوت. اسم الفيزياء عنوم المواد. وتفضل سعادة البروف معكم الصلاحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اه البرزنتيشن واضح عن حضراتكم ولا لا? نعم واضح. بارك الله بكم. اه طبعا في المقدمة جميعا وسعيد ان انا اكون معكم من النهاردة. وطبعا كانت اه انا قدمتها على عنوان محدد لي المشاركة. اه ولكن اه لي ظروف معينة خاصة بالمنصة. اه كان الرد النهاردة على حوالي الساعة خمسة مساء. كان الوقت اه طليل جدا ان انا اجهز حاجة خاصة بالعنوان اللي موجود. لكن كان اه القيار ان انا اما ما اشاركش مع حضراتكم او اشارك اه بمعنى عاوزين نوصقه لدى اه كل الباحثين. اه هو عدم الانبهار بالمسميات العلمية المتداولة. يعني هنهاردة اه اه عاوزين نربط ما بين تسمية المواد اه الزكية والاصل فيها ايه? اه يعني نحن انبهارنا كان مشاركة البندز اه من شوية السيارات الزكية والاستاذ ابراهيم باردك بعدي بشوية كان المواد وتأثيرها في الحياة وكده. هل الابداع زي ما كانت بتتكلم الاخت ان هو الابداع ده مش في المواد. الابداع ده اه صاحبه هو الانسان. الصفات الموجودة هنتعرف في نهاردة فن على بعض يعني اه هنعرج على بعض الخصائص بتاعة المواد لكن الاساس فيها مش هي اه اه مش الخاصية الموجودة في المادة ديها. الابداع والزكاء في اكتشاف هذه الخصائص وتوظيفها للارتقاء بالحياة. يعني اسازا حضرتكم عنواني النهاردة. اه المواد الزكية مستقبل الصناعة. فعلا هي المواد واكتشافها واكتشاف خصائصها وتوظيفها ده بيصنع رفاهية الانسان. لكن من الاساس فيه? هل المادة نفسها? هل الخصائص اللي تغير من حالة الى حالة حسب الظروف البيئية المحيطة بالمادة دي? الزكاء اللي بنقول عليه في المواد ده مش اه ما بتبدعوش المادة. اللي بيبدعوه هو الانسان انه يكتشف المادة دي ويكتشف القصائص دي ويبدأ يوظفها الى اه اه رفاهية الانسان والاستفادة من نعم الله سبحانه وتعالى. اه اه نبزة مختصرة عن شغله في الفترات الفترة. انا شغال مدير واحدة ضمان الجودة. واستاذ علوم المواد بكلية العلوم جامعة الازهر فرع اصيوب. اه اشتغلت في الدكتوراه في اه تخصص اسم الليزر بلازمة. كان بالتعاون ما بين جامعة الازهر جامعة القيارة. وكان تخصص الماجسير في حوالين مادة بيسموها الاخشية الرقيقة او السنفن. وان بدرس بتاعتها والالكتريكا. اشتغلت فترة في اه اه في التدريب والتأهيل سواء داخل مصر او خارجها. اه 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 خلاني مهتم بالمواد دي من اه اربع او خمس سنوات بدأت اه اشارك مع مدارس المتفوقين مصر. اه اه وعجبني النظام بتاعهم انهما اه غير النظام التقليبي. بدأ يحط للاولاد دولة ملاح من المشاكل والتحديات. ويبدأ اه 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 يخلي الطلاب دولة كل شغلهم توظيف البحث العلمي في حل المشكلات دي. وتكوين مواد جديدة في حل التحديات دي. اه اه ده الفكر اللي نحن عاوزين. اه يعني حتى في مستوى التعليم الجامعي بنفتقدها يعني. انه برضك نظام التعليم التقليدي اه المعتمد على الحفظ. وهي معتمد على التدريس العادي دون ابداع دون توظيف المواد الجنب نتأخر جدا. وده سبب من اسباب عدم واكبتنا للعلوم الحديثة. بدليل انه لما بيطلع منينا بعض الطلاب. وبيتم يعني انا شفت م 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 من الامثلة من طلابنا. اه لما بيتتاح ليهم الفرص والبيئة المحيطة بيبدعوا. يعني لما بنشوفهم اه 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 مثلا في اه مدارس المتفوقين دي بيبقى مجموعة من اه تلس سنوات مختلفة. كل سنة من السنوات بي بي بيحط لهم مجموعة من التحديات والمشاكل في ابداع في توظيف المواد وتوظيف البيئة المحتفى في التغلب على المشكلات الموجودة. اه انهار دا انا اولا اتكلم عن تعريف بسيطة. انا ممكن الماتيريال دي ان شاء الله انا سيبها مع الزمل في المنصة. اه مجموعة ماتيريال وابحاث خاصة بالكلام ده سهل الحصول عليه. لكن اللي مش سهل الحصول عليه اللي عاوزين نتكلم علاقة السمارت ماتيريال والانسان. اه امكانيات نحن في العالم في المجال ده بالذات. يعني لما نكونا نتكلم على مجال النانو ماتيريال ونحن طيب امكانياتنا كعالم تالت وانتواكب مع الدول المتقدمة ازاي. فبدأنا ندور على اه طرق بسيطة بامكانيات تتناسب مع اه اه ابتعيتنا ومعامل الابحاث ونبدأ نوظفها التوظيف الامثل وده الابداع. يعني الابداع مش ان انا ابدأ ادور على انا عاوز ما اعمل بمواصفات معينة عشان يديني اه 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 سمارت ماتيريال. لا طبما انت بالامكانيات المحدودة المتاحة لديك. هل عندك القدرة انك تعمل الكلام ده او لا? ده هنخلي جزء الاسائي في المدخلة بتاعتين النهاردة. انه انا هتناقش مع حضراتكم. مع المشاركين. نحنا معانا مشاركين هنا. يزيدوا عن تمانين مشارك. عاوز اقول هل فعلا في مشاكل بتقابلنا وفي البيئة المحيطة ونحن ممكن من توظيف السمارت ماتيريال بيجانياتنا في دولنا ينفع نشارك ده او لا? وهل من المتخصصين انا شايف بردك بعض الزمله اه المتخصصين اه داخل من المشاركين في في اللقاء بتاع النهاردة. عاوز اسمع منهم ونتشارك جميعا يعني كان ممكن الهدف الاساسي اه اه او احد الاهداف من المنصة انها المشاركة. المشاركة في المعلومة. المشاركة في الامكانيات. المشاركة في البحث. اه وده انا اظن ان هو اه اه ليس الحصول على المعلومة في الوقت الحالي اه صعب. ولكن من اسهل ما يمكن. لكن المشاركة في تطوير المعلومة وتوظيف الامكانيات اظن هنالك. هنتكلم اه اه لمحة بسيطة حوالين المواد الزكية. انواحة وتطبيقاتها المختلفة. لكن الاصل هنتكلم على جملة محددة حوالين الاسمرضة في المادة ام في الانسان. امكانياتنا في العالم التالت للبحث في هذا المجال. لو نحن جينا للتعريف التقليدي. ايه هي المواد الزكية. لو رجعنا لأي باحث من من المواقع البحث سواء علمية او معرفية. عفوا دكتور السلايد. اعتقد واقف على الشريحة الاولى. لم ينتقل. نعم. ما بيتحركش معانا كده? نعم لم يتحرك. لا زال واقف. طيب. طيب لو ممكن ابعتلك البرزنتيشن انت عرضي من عند حضرتك ما فيش مشكلة. اه واعمل تاني كده محاولة. اه 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 ظهر طيب البرزنتيشن كده ولا لا? الآن نعم نعم ظهر نعم ظهر واضح. طب. لو اه يعني كمعلومة عامة عاودين نعرف ايه هي المواد الزكية? ايها ببساطة خالص هي نتيجة من نواتج اه التطور في تخصص اسمه علم المواد. انه نحن لما بدأنا خالص في بداية الناس اللي كانت شغالة في الفيزياء. وحتى لفظ علم المواد ده اه يعني لفظ عام اه بيضم اكثر من تخصص. يعني يدخل فيه الناس اللي شغالها في الفيزيكس. الناس اللي شغالها في في الكيميا. الناس اللي شغالها في البيولوجي. الناس اللي شغالها في الهندسة. اللي شغالها في البناء. يعني اه علم يعتبر اه 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 يتداخل فيه اكتر من تخصص علمي. اه المواد الزكية هو تطور للعلم. ده علم المواد. و اه اه نتيجته انه تم استخدام او تطوير المواد اللي تم دراستها في مجالات مختلفة. في مجال الفضاء والطب والهندسة والانشعات. كلها مثلا انو حلاحظ مثلا من ضمن الحاجات اللي بتقابلنا دلوقتي الجماعة اللي شغالين في الهندسة. بيقول لك المواد الهندسية الجديدة. مواد اه مش عارف تتأثر بالحرارة. ويتغير لونة وشفاء. يعني هنلقى فيه. المعلومة دي الحصول عليها سهل جدا. المواد الزكية بعضهم عرفها انها هي اللي بتصغر ارتباط ما بين مجالات مادية متعددة. زي المواد اللي اللي بتنتج طيار كهربي. اللي بتنتج تتحول من الطاقة الحرارية الى جهد ميكانيكي او العكس. اه توصيف المواد دي بنمزجة رياضية. كلها داخل تحت مسمى المواد الزكية. اللي هي ينتج منها ايه? ينتج منها سمات هندسية مرتبطة بالمواد دي يتم توظيفها في مجالات الحياة المختلفة. بعضهم قال على المواد الزكية هي مواد معالجة هندسيا. تشعر وتتأثر بالظروف المناخية المحيطة. اه انا بصنع مواد لما بيبا محتاج ان انا احافظ على الحرارة هي تتفاعل وتستجيب ليا. لما احاول تتفاعل مع الضوء وتتأثر بي وتأثر بي. هو كلها دي تحت المسميات بتاع المواد الزكية او الاسمارت ماتيريال. لها خلاص يمكن ان تتغير. وتتعدل بشكل مسيطر عليه بمؤسرات خارجية. تتأثر بالضوء. تتأثر بالحرارة. تتأثر بالضغط. المؤسرات اللي اللي وضحها زي الضوء والحرارة والرطوبة. القوى الميكانيكية. المجالات الكهربية. المجالات المغناطسية. التأثيرات دي بتغييرات في خصائص المواد. عشان انا اوظفها التوظيف الامثل في آآ مصارات الحياة. هو الفكرة في العلم مش هو الحصول على المعلومة فقط. الاصل في العلم انه هو يرتقي بآآ خدمات المواد دي اللي يستفيد منها الانسان. تؤدي الى رفاهيته. في التغييرات دي اللي بتتأثر به المؤسرات الخارجية بتغير من خصائص المواد دي. وتغير في المواد دي بيأثر فيها زي تأثير الطاقة الحرارية زي تأثير الطاقة الضوئية زي تأثير الطاقة الميكانيكية. كلها دي عشان تديها خصائص جديدة يتم الاستفادة منها. يعني مثلا على سبيل مثل ما بنقول دلوقتي في انواع مختلفة لي آآ تأثير المواد الزكية. انه لما تتأثر بدوق معين يتغير لنا. انه لما تآآ تتأثر عليها درجة حرارة معينة تزيد مقاومتها تزيد استقبالها للضوء تزيد انعكاسها للضوء. كلها دي توصيف للمواد. لو بصنا برضك نظرة عامة على تصنيف المواد الزكية. ممكن بنصنفها من حيث الخصائص. انها متغيرة الخصائص. انها محولة للطاقة. انها بتتغير الشكل بتاعها بناء على المؤسرات الخارجية. الانواع المواد الزكية دي فيه انواع كديرة خالص. مواد مشاعة للضوء. معاد ضوئية. معاد كهربية. كلها وكل نوع من الانواع دي لو نحن فتحنا المجلي. هنلقى في توظيفات وتطبيقات كثيرة. لكن ال 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 الهدف من لا ال ال المدخرة بتاعتنا عرضة مش تخصصي دي تخصصي حضارات ممكن تنفيها. كل تخصص من ده مثلا. من تحويلها على الضوء. اه تحويلها. لكن هدف مدخلتي توظيف هذه العلم. وربطه بامكانيات الانسان. يعني لما تغيرت الخاص. تتغير الالوان. تتغير الاشكال والانسبية بتاعتها. مواد تحول الطاقة. سواء محول الطاقة ام محول الطاقة ضوئية. حرارية. كهروضغطية. انارة. كهربائية. تمام. كل المواد ده والعلوم ده احنا ممكن نشتغل عليها. انه المواد الزكية. انها تتحول من الروبرتات متناهية الصغر. الى ازياء تتلون حسب المزاج. ده كله اللي هو توظيف الخصائص وتأثير الخارجية على المواد. حضاراتكم ممكن نبدأ فيها. لكن اللي انا عاوز اركز عليه النهاردة بالاضافة للمواد الزيات اللي بنبص عليها. مثلا نقول لك ايه. خاصية في المادة يمكن توظيفها. وتصبح زكاء للمادة. هو مش زكاء للمادة. هو معرفة لهذه الخاصية وهذه المواس. يعني لما نبص على بعض مميزات المواد القدرة على التغير والتحول. ايه الميزة المقابلة لها? التغير والتحول بما يلائم الظروف المحيطة والمتغيرات البيئة. لما صنع مواد لبلاد آآ 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 درجة حرارتها منخفضة. يبقى انا عاوز مواد عزلة حراريا تحفظ الحرارة داخل الاماكن. كلها ده هي بحث واكتشاف لخصائص موجود. الحساسية والقبلية التطور. وازاينا بخصوصها با وظيفها كميزة من مميزاتها انها دي خصائص فيزيائية. تغير لي في الشكل وتغير لي في اللون وتغير لي في درجة اللزوجة وتأثير تأثيرها بالمحافظات الخارجية والداخلية. كلها توظيف للمواد. انا يعني النهار ده? ان انا اركز على حاجة. انو الاصل في الحاجات دي ليست مواد عقل زكي اكتشف هذه الخصائص. يعني لما نبص على بعض المسميات اللي بنقول عليها مواد زكية هنلجأها موجودة في الطبيعة. لما نبص على نبات زي نبات آآ اللي بيسموه آآ آآ دوار الشمس. او ده احد المواد نحن بنقول عليها اللي بتتأثر بالضوء وتتحرك اهو نبات الشمس. نبات يعني سبحان الله من آلاف السنين احنا عارفين بيتأثر وبيدور مع تأثيرها. دي ايه استجابة موجودة خاصية موجودة في المادة. هنبص على بعض المواد الكائنات اللي بتتحول صورها والوانها الى ما يتناسل من الطبيعة. واردك ده بنشوفها في بعض المواد اللي بنسخدمها في البناء. انها هي تتلون باللودة الطبيعة. انها تتغير آآ خصائصها. لما نبص مثلا على اللي بنتكلم دلوقت الصنصر بتاع الغازات والصنصر بتاع ضريات الحرارة والضوء. والتحكم ما موجود في بعض النباتات اللي هي آآ مؤتمدة على آآ آآ الاستشعار ديه في الحصول على غزائها. حاجات كتيرة. اذا الزكاء ليس في المواد. ولكن من يكتشف خاصية هذه المواد ويوظفها. حتى لا ننبهر بالمسمياء. وننسى العقل. انه الاشياء دي دي خصائص موجودة داخل خصائص ربنا زراحها دي. احنا اللي بنكتشفها وبنوظفها. في نهاية لقاء نهاردة. عاوز افتح نقاش مع حضراتكم على بعض التجارب الموجودة من الاسدزة والزملاء الموجودين معانا. ازاي من الامكانيات. عاوز بعض الامثلة. من المواد المحيطة بينا. والامكانيات المعملية اللي موجودة داخل معاملنا البسيطة. اللي ممكن تنتج انتاج غير عادي. نوظفها في مجال المواد الزكية. هل يسمحوا للزملاء المسؤولين عن المنصة نفتح باب الحوار مع المشاركين؟ نعم تفضل سعادة البراث. تفضل انا حابب اسمع اه مشاركات معانا من الزملاء اللي وصل عددنا ميزين عن سبعة وتسعين اه مشارك. اه وشايف من حضراتكم ناس متخصصة في الماتيريال ساينس. فنعاوز اسمع من هل فيما عاملنا البسيطة بامكانيات هدية. هل فعلا نقدر نساهم في المجال ده مجال المواد الزكية ولا لا. تضلوا حضراتكم. واساز المشاركين القائمين على المنصة لو بتتسجل الحاجات دي بحيث ممكن نرجع لها بعد كده ونطلع منها مجموعة من الافكار يتم التعاون ما بين المشاركين في اللقاء بتاع اليوم. نعم سعادة البروف. اللقاء مسجل على المنصة ان شاء الله سينزل. وايضا بالامكان الاطلاع على هذه الفيديوهات على موقع المنصة. وارجو ان يتم رفع اليد لاعطاء الصلاحية للمداخلين ان شاء الله. نعم. اداة اليد موجودة. نعم تفضل لدكتور ماجد. اه تفضل لدكتور ماجد. تفضل عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور ماجد منتولي بدر مع احد بحرش البترول. قسم البتروكوميات معمل البوليمر. متفضل. اهلا بحضر. اهلا بحضرك دكتور. بالنسبة للسمرت ماتيريالز في اه يعني احنا اشتغلنا على مواد كتير بتعمل خواص السمرت ماتيريال زي. يعني فيه مادة الهايدروجيل. اه طبعا معروف تطبيقاتها في في الزراعة في مجالات الزراعة ومجالات الصيدلة ومجالات الطبية. نعم. كمان. اه هي الهايدروجيل طبعا بت بت يعني دها قدرة المتصاص العالي للماء. اه وتعمل لها اعادة اه ضخ تاني. اه عند ظروف معينة. فدي تعتبر خاصية ان هي اه 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 حسب احتياج اه التطبيق اللي احنا بنطبقها فيه. فبتعمل امتصاص للمادة للماء الاول. طبعا بمحتوياته من اه عناصر من اه ادوية من حاجة اه معينة للسواء للنبات او للكائن الحي اللي بيتعالج بياه اه بترجع بتعيد ضخاها بشكل مناسب في المكان المناسب بشكل مناسب. دي حاجة. حاجة تانية فيه حاجات اه اه في كوتنج اه انتصلي. يعني لما بنعمل اه. حضر لك يا دكتور ماجد عشان كمان اه تبقى المشاركات اه في اعلى درجات الاستثمار. اه اه هو الفايدة من الفقرة دية انه الزملاء الخبراء في المواد الزكية دية هيبدأ كل زميل من الزملاء يقول انا بعمل كزا والتولز اللي اللي محتاجها عندي متوفرة والزملاء المشاركين لو اي حد مهتم بجزئية من دولة هيبقى بيسجل اسم الاستاذ المشارك او اللي بيقول المعلومة عنده ويبقى ممكن بعد اللقاء ده فيه تواصل لو حابب هو يتعاون معاه في مجال معين او يتعلم ويستفيد منه في المجال ده. لها استاذنا حضرتكم كل مدخل اتبقى الزميل هيقول لي انا عندي امكانيات في المعمل ايه? بحضر مواد ايه تطبيقات ايه? يعني ثلاث حاجات. فضل دكتور ماجد. وكده يعني انا قلت حضرتك الهاي درجيل في الـ smart يعني فيه كوتنج بعد ما يحصل له خادشة او قطع او حاجات زي كده يعمل هيلنج الواحده ويعمل اعادة يعني معالجة معالجة السطحة اللي هو بتاعه يحصل معالجة تاني ويرجع زي ما كانت في الاول. سواء كوتنج او ممكن بلاستنج او كمان. ماتيريال. يعني احنا اصلا بوليمر بوليمر ماتيريال فحنا نعرف هذا الجيل اللي نعمله واشغل الكوتنج والالهيسيب. شكرا ان شكرا انك دهتك نعم. شكرا دكتور شكرا. اه اسمع مشاركات من الزملتاني نحن نقدمنا بالزبط اه كام وقت اه اه. نعم تعدد لبرافو. كام وقت متاح لنا عشان. نعم تب. اه اتفضل اه. اتفضل دكتور اه معزيف. اتفضل. مستعد مزفر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. اه اه. محسوس السوكي. اه اه. محسوس السوكي محسوس مكانيكا. اه. اه. كنت اعيز اه يعني اوكدو على اه زي ما دكتور ما يبقى اه. اه. المواد اللي هي اه. اه. الهادوجيلي دي. اه اعتقد ان هي مستعدمها. اه. دلوقتي لها تطبقات. اه. معرفش بقى اذا صح او لا غلص. اه. هو مستعدمها. اه. ممكن يقول لا. بيبقير. اه. عبارة عن الحبوب كده او الكورايات. اه. اه. بتتحط. بتتشرب اه مية. وتتحط في الزرع. اه. اه. تقدر زرع. مثلا. لو حد عنده زرع ومسافر. يسيط او مسافر فترة. ممكن الزرع يلمو. فتدعا عند النس اللي هم بتطوي المشاثة. اه. اه. يملاها مية. وحطها بقى في الزرع. يمكنك تتطرب بالمية. اه. على فترات. فإنها بالضبط زاير باقي بالتنقيد كثيرا فهل بيصفر جزية تانية بالنسبة للمهادة السلف هيني هي طبعا ده شغل عشان الخدوش والحجال دي طبعا ساعة بحث عميطة جدا ولكن كنت بتناقصت مع أحد الدكاترة أقول له إزاي يعني ده سلف هينيج جدا فالسلف هينيج ده بيوم موجود في الخلية الحيوية بس البشرية أو الخلية الحيوية يعني فالإنسان أو الحيوان أو حتى النبات إن هو إيه لو حدث خدش بيلم مكاني بيتامل له حاجة أسماء بناء يعني يعمله دي مالية التقام أه التقام ده شمال سلف هينيج أما التكنيب بقى التكنيب بتاعة ما يسمى سلف هينيج لا يطلق عليه السلف هينيج ولكن هو نوع من أنواع الهينيج بس ليوب بليه تكنيب مهند بس غالبا حضرتك مش مهندس ده بيحتاج مؤثر خارجي تاني عشان يتم إعادة الالتقام على عكس الموجود في الكائنات الحية بالضبط لا هذا دليل لي سبائك سبائك برجة مهينة بجنيسها المهينة وغالبا بيبقى فيها مادة الكروم بسانجستين وسبائك بيسموها يمكن الدكتور يقولوا الكلام حاجة سابقة اللي هي أنا عايزة أفهمها فعلا التطبيقات العملية أو لايه المؤولة الله ولا لا اللي هي بالضبط نيضا نون زي ما حدثت قولت كده تطبيقاتها دي موجودة فعلا في الحياة وبخلق الله سبحانه وتعالى زي بوري الشمس لكن أنا عايزة أفهم الحرباء اللي هي أو بعض الخسرات اللي تتلون بنفس لون الغصم أو لون الورقة إزاي بيحاول أنا عادي اللي هتحس في كده إزاي بيحاول نفس درجة اللون بالبيئة المحيطة بي الـ environment اللي حوالي هل العلم وصل بكاميرات ضغطية جدا يقدر يلقط درجات اللون ويبتدي يحاول اللون ده على البدلة اللي هي المصدرات اللون آآ آآ الملابس الزكية حاليا ده فيه مشاهدين في بق أنا عايز الأبحاث 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 ما تبقاش كاميراة عايز الأبحاث تبقى مستشارات آآ بالضبط زي الجهاز بتاع آآ موجهة آآ موجهة للتطويق لا لا أقصد أقصد حضرتك ما عنيش شيء آآ لو فضل 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 النظرية الحيوية إحنا 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 عندنا جهاز حاجة اسمه تحليل المعادل آآ في في الدزاين بتاعنا مثلا عاديين نعمل 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 أي حاجة آآ معايا مع حضرك اتفضل فبنعمل إيه؟ مع حضرك اتفضل فضل آآ فبناخد في الجهاز ده الجهاز ده بيحلم الأطياف بتاعة الحركة الأوربيت بتاعة الزرية وال 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 وكل نوع آآ كل نوع آآ عنصر بي بصمة خاصة بي بصمة خاصة بصمة خاصة في الحركة في الإشعاعات بتاعت أعتقد النظرية هتبقى في الحلبقة كده إن هي بتستشعر الإشعاعات بتاعت كل دوق كل دوق ليه ليه بيسمو ايه؟ طيف كل لون ليه طيف ف قدرت ربنا هنا بقى إنها تقدر استاخدوا الأطياف دي كلها وتحليلها وتبتري تحولها للون في جلدها يعني أنا عايز العلم يتطور كده يعني هنا بقى يبقى أقول سمارت ما تري سمارت دي زاين بيعمل مشكلة في الزراعة بعد كده وبالنسبة طبعا للتطبيق الزراعة يعني التطبيق في الزراعة إن هو بيعمل مشكلة هو نعمل سيليكشن للماتيريال قبل التطبيق يعني هل الماتيريال دي دخلة في بيولوجيكا بالتطبيق الزراعة أه أه يعني حطناها موسم موسمين تلاتة نقدر بعد كده نشيلها بشكل يعني بتقوم بمهمتها في فترة معينة ودون ما تسبب بعد كده مشاكل في التخلص منها يعني أيها تماما لأن هي المجال ده أعتبر هو مش جديد بس بس يعني ما حصلش فيه تكامل كويس بين الناحية الكيميائية والناحية الزراعية يعني عملناها مسلا في المعامل وانتج بشكل كبير وكل حاجة ومشكلته إن هو يعني يعتبر غالي شوية بس بعد ما بيتطبق بيبقى بيوفر ميا كتير وبيوفر اسميدة وبيوفر مبيدات بشكل كبير جدا خاصة في الأماكن اللي هي الصحراوية وكده لكن فعلا كتطبيق هلو الجدوة الاقتصادية بتاعته هي اللي عالية الجدوة الاقتصادية كبيرة بس بيبقى بتصرف شوية كتير في الأول فهو الناس يعني المعظم من الناس تراجل الزراعة ما بيحبوش يصرفه كتير في أول الشغل يعني فهي الفكرة في كده لكن هي هو اقتصادي لو استخدم صح وحتى بقى إن هو يتشال من الطربة أو يتسيطر عليه ديات برضو لازم المنتج يكون عامل confirmation على الموضوع يعني بالنسبة لازم يكون الأنتج أهلك إن هو المواد بتاع التركيب بتاعه بيولوجيكال إن هو هيحصل له بايو ديجريدابول أو أنت هتتجمعه إزاي يقولك هتشتغل عليه إزاي يعني مش مجرد إن هو يتريمي في الطربة بعد كده بعد كم سنة يعمل مشاكل في الطربة فعلا يعني الحاجات دي عايزة إيه عايزة دراسات أكتر من ناحية ناحية الدكاترة أو الأساس الباحثين الزراعيين إنها تأثيراتها مع مرور الزمن على الخصائص بتاعة النباتات نفسها اللي ضلع على الطربة عشان أيها طبعا الطربة وبالتالي يتأثر على النبات لأنها في الآخر بمادة بلاستيكية مادة بوليم مارية طول ما هي شغالة صح وتمتص في الوقت اللي فيه ميا وبترجع ترجع المارية تاني في الوقت اللي فيها شح ميا دون ما تتحلل ولا تتفاعل معها مش هيبقى لها مشكلة مش هيبقى فيه مشكلة إنما هيجي بالوقت وهيحصل لها هي بتبقى لها عدد مرات يعني من الانتراكشن اللي بيتم ده إنها تقوم بالحصية بتاعتها ممكن بعديها بتتحلل ممكن بقى لها عدد مرات يعني هيها بتمتص وبترجع تفرغ الميا تاني فهي الموضوع دوت كل ما بتمتص وبترجع تفرغ مع الزمن مع الوقت يعني المادة كفائتها بتقيم وممكن تتفكت وممكن تتفكت وممكن يعني تتفعل مع الطربة وممكن بقى خلاص تنتهي مع الطربة تتحلل التحلل كامل كده يبقى كويس نحط بقى هنا نتعامل معها تاني مع بردة جديدة يعني تكون قدت غراضها خلاص يعني شكرا بتمتص سانوكسيلي الكربون الموجود فبتبدأ تعمل عملية تنقية للهوى المحيط بالمباني او اللسان فضل استاذ ابراهيم واسمع لو في مدخلة من الزمن اللي مخصصين في الحياة في جوزة بتاع الانشاءات في الماتيريال ساينس هسمع عمل حضرتكم مدخلة فضل استاذ ابراهيم انا محب اشكر حضرتك عن المدخلة الرائعة دي كان عندي بس تحقيب صغير الطف الضوي احنا عندنا ضغوين بس في الطبيعة والدول الابيض والدول اسمر اللي هو الليل والنهار فدي الطف بتاعهم بيكون ثابت فاحنا بنستخدم بالنسبة للملابس او اي مادة احنا بنركبها بنستخدم فيها عواكس من السيليكون بحيث ان هي تمتص الدول الابيض وتعكسه لنا باللون اللي احنا عايزينه تمام كامل اكمل استاذ ابراهيم كامل حضرت دي سؤال يعني هو ده ينفع ولا ما ينفعش لا لا هو الوان الطف مش زي ما بيقول مش الابيض والاصمر فقط يعني هو الكل لون من الوان الطول الموج نحنا عارفين انه في حاجتين بيميزوا اللون من لون للون اخر الطول الموجي بتاعه تمام موضوع الابيض ده لا يعني هو اطوال الموجية مختلفة حسب الطول الموجي بيديه اللون بتاعه وحسب الطول الموجي اي انتر اكشن بيتم بينه وبين الماتيريال بيعتمد على اللنضة لان اللنضة لو انا بدخل على التحولات بتاعتها عشان كده كان حتى مشاركة شبواندز بيتكلم على جزئية انه ما هي الا بصمة كل طيف من الاطياف ديه له بصمة زي بصمة الانسان تمام فسواء استخدامها في التطبيقات او في التعرف على المادة نفسه من خلال البصمة الطيفية دي شكرا تمام حضرت شكرا 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 اه اخ اه لو في مداخلة زي ما قلت الحضراتكم الناس الزملاء اللي شغالين في اه استخدام في الانشاء او المواد الهندسية هل في حد من الزملاء المشاركين متخصص في المجال ده؟ اه اكتفي بالقدر ده من المشاركات من الزملاء واتمنى انه يكون المداخلة بتاعتنا فتحت معنا مجالات انه عدم الانبهار بالاكتشافات ولكن الانبهار بمن يقوم بهذه الاكتشافات الحاجة التانية انه نحن عندنا في العالم العربي اه اه كم من المواد والموارد الطبيعية اه اللي مش متوفرة في اي مكان اخر ودينا لحظنا في الاسمارت ماتيريال تسعين في المية منها او اكتر من تسعين في المية غير التداخلات الالكترونية معتمدة على التأسر بالمؤسرات الطبيعية ضوء الشمس يعتمد على الحرارة بيعتمد على الخاصة المكانية كلها معتمدة على الموارد الطبيعية اه اتمنى ان يكون المدخل بتاعت النهاردة اه استفدنا منها جميعا وتب انطلاق جديدة اه توظيف الموارد المتاحة في اه اه الوصول بمواد اه جديدة يتم الاستفادة منها في الارتقاء بمجالات الحياة المختلفة شكرا بحضرتكم وانا كنت سعيد ان اكون مع حضرتكم من العامة شكرا بحضرت جزيل الشكر والتقدير لكم سعادة الاستاذ الدكتور فريد الخطيب على هذه المشاركة القيمة بارك الله فيكم وبجهودكم ونفع الله بعلمكم وزادكم توفيقا وابداعا نعم اعزائي الحضور وصلنا معكم الى فقرة شرح كيفية تحميل شهادة الندوة لهذا اليوم يقدمها لنا سعادة الاستاذ عدنان قلعتي تفضل استاذ عدنان معكم الصلاحية شكرا لكم بارك الله فيكم استاذ صفا بارك الله فيكم على هذه الجهود الطيبة والتقديم الاكثر من رائع والشكر موصول لجميع الاساتذة المشاركين بارك الله فيهم على هذه المعلومات الطيبة والمداخلات الرائعة نعم احبتنا الكرام نقوم وإياكم بشرح طريقة الحصول على الشهادة وتم وتم وضع رابط الشهادة في التشات وسنقوم معكم ان شاء الله بشرح مفصل لطريقة الحصول على الشهادة نعم حبيتنا الكرام كما هو ظاهر امامكم عند البحث عن منصة اريد العلمية في محرك البحث جوجل فنكتب منصة اريد العلمية فتظهر لنا الصفحة الرئيسية للمنصة بالصورة الواضحة امامكم فبمجرد الضغط على تسجيل الدخول للاعضاء المسجلين في المنصة يطلب الايميل وكلمة المرور اما لمن لم يلتحق بعد بركب المنصة فبإمكانه الضغط على تسجيل حساب جديد فيتطلب الامر بعض المعلومات البسيطة الاسم باللغة العربية الاسم بالانجليزي البريد الالكتروني وتأكيد البريد الالكتروني ومن ثم كلمة المرور وتأكيدها والدولة التي نحن موجودون فيها ثم الضغط على التسجيل فنصبح اعضاء رسمينا في المنصة وايضا تجدون في اعلى في اعلى زاوية الشاشة شرحا مبسطا لعملية التسجيل عند الانتهاء من الضغط على التسجيل ننتقل مباشرة الى الصفحة الرئيسية للمنصة او ما يسمى او ما يسمى بالحائط نعم حبتنا الكرام تجدون في منتصف الشاشة سباق الامم نقوم بالضغط على سباق الامم فننتقل مباشرة الى الصفحة الرئيسية الخاصة بالبرنامج وتشاهدونها امامكم وهذه جميع اقسام البرنامج او برنامج سباق الامم ثم نقوم بالضغط والدخول على الجلسات الجلسات في اعلى الشاشة فتظهر لنا جميع الندوات التي قد قدمت وستقدم ان شاء الله في قادم الايام نختار منها الجلسة الحادية عشر نقوم بالضغط على رقم احد عشر ومن ثم ننزل الى اخر الصفحة فنجد الندوة العلمية المواد الذكية مستقبل الصناعة نقوم بالضغط عليها فننتقل مباشرة الى الصفحة الخاصة بالشهادة نقوم بالضغط على شهادة المشاركة شهادة المشاركة فنقوم بتحميلها مباشرة عند الضغط على تحميل الشهادة الالكترونية فتظهر امامكم بالصورة الموضحة في الشاشة ونقوم بعدها نستطيع طبعا تغيير الاسم ككتابة الاسم الثلاثي واللقب وغيره وأيضا ستجدون عندنا الندوة نعم كما ننوه أحبتنا الكرام إلى أنه إن شاء الله غدا سوف نقوم برفع التسجيل تسجيل هذه الندوة على القناة الخاصة بنا على اليوتيوب منصة أريد العلمية على اليوتيوب وستجدون إن شاء الله فيها التسجيل لهذه الندوة كما بإمكانكم ومشاهد الجميع التسجيلات للندوات والمخاضرات وجميع فعاليات المنصة منصة أريد على موقعنا على اليوتيوب هذه جميع التسجيلات للندوات وأيضا الفعاليات نعم بارك الله فيكم أحبتنا الكرام وأيضا عفوا ننبه إلى أنه عند الضغط على تسجيل أو عند الضغط على الشهادة يتطلب الأمر كود أرجو من الجميع تسجيل الكود يعني حتى إن شاء الله تستطيعون الحصول عليه طبعا الكود هو رقم 1 2 3 4 5 6 تسلسل الأرقام من الواحد إلى السادسة 1 2 3 4 5 6 أرجو من الجميع تدوين هذا الكود الرقم هو 1 2 3 4 5 6 حتى تستطيعون إصدار الشهادة أعود مرة ثانية وأكرر الكود هو 1 2 3 4 5 6 نعم أحبتنا الكرام هذا شرحا مبسط ومفصل أيضا لطريقة الحصول على الشهادة بارك الله فيكم واجزاكم الله عنا كل خير والكلمة الختامية مع الأستاذ صفافل تتفضل مشكور تفضل أستاذ صفافل كل الشكر والتقدير لكم أستاذ عدنان قلعتي على هذا الشكر التفصيل الأكثر من رائع بارك الله بجهودكم ووفقكم الله لكل خير أعزاء الحضور إن من المواد الذكية أنها ستسهم في تحويل الصناعة التقليدية إلى صناعة ذكية ومتطورة وتتمكنها من تصميم وإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية وأنظمة متكاملة مبتكرة مقولة للدكتور حسين العمودي خبير في تطوير المواد الذكية وأيضا أن المواد الذكية تمثل فرصة كبيرة للعالم العربي في تعزيز الابتكار وتطوير الصناعة وتحقيق توازن بين الاقتصاد والبيئة والتكنولوجيا مقولة للدكتورة فاطمة الخياط خبيرة في علوم والتكنولوجيا المواد وأيضا من فوائد الاستثمار في البحث والتطوير بمجال المواد الذكية أنه سيسهم في إعطاء الصناعة العربية مزيدا من القدرة على المنافسة العالمية وتحقيق التنمية المستدامة هذا قول الخبير في علوم المواد والهندسة الدكتور صالح الراشد وصلنا معكم حضرنا الكرام لختام ندوتنا العلمية المميزة للمواد الذكية حيث تحدث الخبراء عن تقنيات جديدة وابتكارات مستقبلية تغير الطريقة التي نصنع بها ونستخدم المنتجات والإمكانات الهائلة لهذه المواد الذكية وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد والبيئة والصحة وستجعل حياتنا أكثر سهولة وراحة وتعزز قدرتنا على التواصل والابتكار وتقلل من التكاليف وتفتح لنا آفاقا جديدة للتطوير والتقدم الاقتصادي وتعزز التعاون بين الجامعات والشركات وسيحقق هذا الهدف لابتكار في العالم العربي نشكركم الشكر الجزيل حضورنا الكرام ونشكر باسمكم الأساتذة الأفاضل والخبراء الذين أثروا هذه الندوة العلمية بمشاركاتهم القيمة فلنتوحد جميعا ونسعى لتعزيز البحث والابتكار في المواد الذكية ولندعم الشباب المبدع بهذا المجال لنصنع مستقبلا مشرقا ومستداما يعكس طموحاتنا وتطلعاتنا وتسعد بكم منصة أريد الدولية وبمشاركاتكم القيمة وستقدم كل جديد ومفيد للجميع بارك الله فيكم ونختم بدعاء سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا جزيلا لكم